طيب دلوقتي الجزء الثاني والاخير من الليكشر سري وهي اخر الليكشر في الكلين كود بتاعنا او كورسة كلين كود واللي بنتكلم فيها عن طيب اول اه او اول سكشن موجودة عندنا هو ان احنا نستخدم طيب الموضوع هنا انا بحاول اقوله بشكل مبسط جدا عشان الدنيا تبقى واضحة بالنسبة لكم. دعنا نبص على دي كده. فالفنكشن دي مفروض ان هي اسمها يعني بتقسم رقم على رقم. بيقول لك ان فيه ارر معين هيحصل مفروض ان احنا هنا بنهندل فمسلا الارر المشهور في الموضوع ده ان اللي احنا بنقسم عليه يكون زيرو. فلو احنا بنقسم على زيرو ده غلط. فهو هنا هندل الارر ده ازاي ان هو عمل لسلب واحد. فقال ان انا لما اقسم على زيرو هيريترن سلب واحد. فاللي انت هتعمله من نحيتك انت كحد بيستخدم الفنكشن دي ان انت هتقول لو بتاع الديفايد اكوال اكوال سلب واحد. يبقى انا كده هرجع ارر معين لليوزر اللي هو بيستخدم بتاعي. فاهمين ازاي? وده طبعا غلط. انت شفت اللفة اللي انا عدت لفها تابع على ايه? بيقول لك الصح ان انت لما مسلا يبقى ديفايد اه على زيرو تترجع على طول اكسيبشن. هو ده كده الاكسيبشن. ان انا قلت له ان انت كده بتديفايد على زيرو. شكرا سلام علي. فهمتو? فده افضل كتير من ان انا اريترن كود. افضل من الديفليبر نفسه. الديفليبر اللي هو هيستخدم الفنكشن دي. نفترض ان دي مثلا موجودة في الباك اند. فالشخص اللي هيستخدم الفنكشن دي في الفرانت اند. الموضوع عنده هيبقى ابسط لان انا هياخد الاكسيبشن ايا كان واعرضه لليوزر. فهمتو? بدل ما عودة تشك الكودز. فهمين? فدي افضل من دي. التانية دي افضل من الول. هنا بيريترن كود. هنا بيريترن اكسيبشن. الموضوع ده كده اسمه اكسيبشن. طيب. الموضوع ده ليه مميزات وليه عيوك. المميزات بتاعته اولا سهل جدا في الاراية. زي ما انتو خدتوا بالكو بدل ما انا اجي اقرأ لقي ان انا بيريترن سالب واحد وانا بقى مش فاهم ايه سالب واحد دي فلازم اكون فيه او كزا عشان افهم. لا خلاص انا بيريترن ان في مشكلة ان انا عندي ماينفعش اقسم على زيره. او مسلا بدل ما ريترن ربعمية واربعة هرترن نوت فاوند. فانا كده فهمت. مسلا يعني. طيب ده اسهل كمان او كلير للأرر هندلينج. ده نفس اللي انا لسه اقيله من شوية. ان خلاص الاخطاء واضحة. مش محتاج ان انا الاول هشوف كود وبعد كده اشوف الكود ده بيعني ايه? عشان افهم المشكلة. لأ انا هشوف المشكلة على طول فالموضوع يكون ابسط جدا بالنسبة لي. طيب ايه العيوب اللي موجودة? اول عيب انا همسك كل هما عيبين. همسك العيب الاول الاول نتكلم عنه بشكل مفصل شوية. ان الاكسيكيوشن باس ما بقاش واضح عندي. بمعنى ايه? بمعنى الاكسيكيوشن باس ده انه هو خطوات المشكلة. ايه اللي حصل بالزبط? انا بيبان عندي المشكلة النهائية. مش بيبان عندي بالزبط ايه اللي حصل. طيب خليني اه اديكم اجزامبل طبعا والاجزامبل مش هيكون واضح. مش اقدر ادي اجزامبل على ان انا اقسم على زيرو لان الموضوع واضح. لكن تعرف حاجة اكبر بيقولك تخيل لو انت عندك فونكشن بتريد داتا فروم فايل. انت عامل فونكشن بتقرى داتا من الفايل معي. الفايل ده لو مش موجود لو اصلا الفايل ده not exist. هيبدأ يطلع لي الاروة اللي هو ايه? فايل not found. اللي هو ايه? exception. فايل note found exception. طب بيقولك ومع ذلك لو الفايل بتاعك موجود ولكن مش قادر ان انا اقرأ الداتا اللي فيه. يعني فيه سيناريو تاني ان الاصلا الان فيل موجود ولكن مش قادر اقرأ اليه الداتا اللي فيه فده يعتبر error برضو. في الحالة دي انا هطلع نفس الاكسيبشن. هاثروه برضو ان الفايل not found execution. او اكسيبشن. فهمتوا ازاي? ففي الحالة دي بيقولك ان غلط هو اصلا الفايل موجود. هو مش not found. هو موجود ولكن ما قدرتش اقرى ال data اللي فيه. فبسبب ان في الحالة بتاعة الاكسيبشن او الاكسيكيوشن. اه في حالة الاكسيبشن انا مش بشوف الاكسيكيوشن بس. فانا معرفتش ال error نفسه فين? فطلعت اي ايه? اه اي اكسيبشن هو في الحالتين انا مش هقدر كده كده انا في الحالتين مش هقدر خلاص هتعامل مع الفايل. سواء الفايل مش موجود او مش قادر اقرى ال data اللي فيه فانا كده كده فيه error. ولكن بسبب الاكسيبشن انا طلعت error اه مختلف عن اللي موجود. يعني مش ضقيق كفاية. فده عيب من من العيوب اللي موجودة. تاني عيب ان انا بستم التراي والكاتش اه بلوكس كتير. طيب التراي والكاتش ده اي حد كتب كود فاهم يعني ايه تراي او كاتش اه كود وده احنا بنستخدمه او تراي كاتش اه بلوكس بنستخدمه عشان يعني نحسن ال error handling اه ونقدر يعني ان احنا نعمل error handling بشكل سليم ولو انت مش عارف ويبحث عنه الموضوع بسيط يعني. بيقولك ان استخدام التراي والكاتش ده بكسرة بتبدأ ان هي تقلل في ال performance بتاع السيستم او الوقت بتاع بيقولك. using try catch blocks in code adds a bit اه اه اف اكس اكستراورك. يعني للكمبيوتر عشان يمنج الموضوع ده. which can make program ان هو يرن بشكل اه افضل. فده عيب من عيوب الايه الاكسيبشن ان انا بستخدم فيه try وكاتش كتير. فكل ما هتستخدم التراي والكاتش بكسرة كل ما هتقلل ال performance. طيب. هنا بقى بيقارن لك ما بين حاجتين مهمين ان انت تيوز exceptions ولا تيوز انم. الانم انت بتجمع فيه كل الكودز الممكنة بتحصرها يعني في مكان واحد وتبدأ بتبدأ بترترنها يعني. ولكن الانم احنا لسه عارفين من شوية انت بترترن المشكلة نفسها. طيب امتى استخدم اينام? استخدم اينام لو انا عندي مثلا في او 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 سايت عادي ببعت او برد ب او بارد ب او 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 حد الموجودة دي او الستيتس اللي هرجع بيه. اللي هو مثلا انا عارف ان انا هريترن او او حاجة تلتة ان فيه انترنال سيرفر ايرر. فانا عارف ان ماكسيموم هم التلاتة دول الواحد فيهم بس اللي انا هريترنه متأكد ان ما فيش حاجة رابعة. فلو انت متأكد ان ما فيش حاجة رابعة او بنسبة كبيرة مفيش حاجة رابعة عن دول خلاص استخدم الانعم وحط فيهم التلاتة دول و او عامل наконец للأرور بنظام الانامة. كويس? ولكن لو العكس بقى انت عندك كزا سيناريو ومش متأكد الكود اللي هيرجع بالزبط شكله عامل ازاي فهتستخدم ده هيكون افضل واقعام. فبيقولك ان ان انت لو بتعمل فايل هاندلينج مديول وانت برضو نفس الفكرة انت هتريد من فايل فاو انت بتريد من الفايل ده انت مش متأكد اللي ممكن يحصل. فزي ما انا قلت من شوية ممكن يكون الفايل اصلا مش قادر انت تعمل فيه او الفايل مش اساسا مش موجود او الفايل مثلا حجمه كبير او كزا او كزا. فبيكون اسهل انت تطلع تقول له فيه وخلاص على كده. فهمتو? فتاني لو انت عندك حص ومتأكد من السيناريوز اللي موجودة وسهل ان انت تحطها في انام خلاص استخدم الانام. لو الموضوع مش سهل وفيه كتير جدا ممكن تحصل فاستسهل واستخدم الاكسبشن. طيب بيقول لك برضو ان التي دي دي تستنج اللي هي التست دريفن ديفولوبمنت بيسهل عليك جدا الارر هندلينج او الهندلينج اررز. طيب ده ازاي او ايه هو اصلا التي دي دي. التي دي دي ده اللي بتاعته ان انت بتبدأ الاول تراية التسته احنا اخدناه قبل كده في سوفتوير وان او سوفتوير انجينيريون ان انت بتكتب التست الاول. طبعا انت بتكتب التست كيسز كلها تفيل كلها تفيل. ليه? لان انا لسا ما كتبتش كود انا بكتب التست قبل الكود. سي مسلا على الفانكشن اللي انا اه قلته لكم في الاول خالص بتاعت الديفايد. الفانكشن بتاعت الديفايد سيمبيلي جدا هتقسم رقمين على بعض. قبل ما اكتب الكود بكتب التست كيس اللي من نهاية ان انا اه ما ينفعش اقسم على الزيرو. حلو? ولو اسمت على زيرو مفوض يطلع لي ارور. وابدأ ارن التست كيس. طبعا ما فيش كود. فكده كده هيريترن فولس. ان انا ايه? لما اسمت على زيرو ما طلعتش ارور. طب ابدأ اكتب الكود واخد بالي ان انا لما اسم على زيرو يطلع لي ايه? ارور. ارور ارور اكسبشن يعني. وابدأ ارن التست تاني. فلما عملت في حاجات منها هتباص. من ضمنها اللي انا ايه? هندلتها في الكود. فالحتة بتاعت ان انا اقسم على زيرو رجعت لي ارور. وابدأ ان انا اقعد في الكود لحد لما اه يكون بالنسبة عالية الاررز كلها معمولة هند. موضوع بسيط يعني بيقولك ان تي دي دي ده بيانشور الكود وبيحسن اه الاررر هندلينج وكمان بيريديوس الباكس. طيب. تاني حاجة بيقولك انت تديفاين الاكسبشن بتاعتك خلي بالك انها تبقى سهلة بالنسبة للكلاينج. طيب الكلاينج بتوعنا هنا في السلايدز دي او اليوزرز اللي انا هقولهم في السلايدز دي ما اقصدش بيهم الاند يوزر. انا اقصد بيهم ان انت باك اند واليوزر بتاعك هو الفرانت اند او ديفليبر زيك. حلو? وبالتالي تأثر الفرانت اند بيك هيرفلكت على الاند يوزر. رب الموضوع يكون واضح. وهقولكو هنا يعني الموضوع هيوضح هنا. طيب. ان انت تخيل انت عندك برضو فكرة الفايل هاندلينج اه مثل. واللي هي بتثرو الفايل اه ناط فاوند اه اكسبشن. وبتثرو اكسبشنز تانية. انا نفسي مش فهمها. زل اي او اف اكسبشن والاي او اكسبشن. حل? يبقى هي كده بتطلع سريه اكسبشن. فايل ناط فاوند والاي او اف والاي او. وممكن تترترنا حاجات تانية. طبعا دي حاجات تكنيكلي. ممكن الباك اند يكون فاهمها. لكن انا كفرانت انا مش انا مش مهتم ان اكون فاهم الحاجات دي. وبالتالي اليوزر مش مهم بالنسبة له. يعني هو لما انا ارجع له اي اي او اف اكسبشن هو فهم ايه. معنا كده كده انا كيوزر رايح بعمل ابلود لفايل. يا اما الفايل ابلودت. تمام شكرا. يا اما لأ. فا اما اقول له اه تمام الفايل ابلودت. يا اما اقول له الفايل ناط فاوند. حتى لو هو فعليا مش ناط فاوند. حتى لو انا مش قادر اقرى فيه اقوله ناط فاوند. ده هيكون كويس عادي جدا. فاين ابيقول لك ان اليوزر زمي فايد ان دي موضوع صعب. اا ان ان انت تفهم الفرق ما بين السري اكسبشن تدور. فهمت? طب جود اكزامبل ايه? ان انا اريترن ان الفايل مثلا فايل ريد اكسبشن وخلاص. ولا بقى ناط فاوند ولا اي او اف ولا اي حاجة. هو عموما ان انا فيه مشكلة في ان انا مش قادر اقرى الفايل. وشكرا على كده. ده يكون افضل كتير. اا الجزء برضو اللي بنتكلم فيه سكشن جديد ان هو ان انت تافويد النل ريفرنس. افويد ان ان انت تريترن نل اا من اي الري. ده بيعمل مشاكل كبيرة جدا في وبيعمل مشاكل عموما في الكود. اوعى تريترن نل. طب بديل ده. احنا ليه بالريترن نل? بالريترن نل لو اللي احنا عايزين نريترن ده مش موجود. يعني مثلا انا هريترن اري اوف اا 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 اري مثلا بتحتوي على الاركام الزوجية. حل? فلو انت اصلا الامبوتس اللي انت بالدهاني ما فيهاش ارقام زوجية. فانا الطبيق ايه يعني الناس بتعمل ايه? بتقوم عاملة return النل. نل ده معنى ان انا ايه? مفيش ارقام زوجية في الاري. ده غلط. بدل ما اعمل كده بيقولك ان انت ممكن لو هي اري مثلا فتريترن امبتي اري. امبتي لست. اري فاضي. او ان انت لو بترجع بدل ما ترجع نل رجع امبتي سترنج. لو ده بالكوتيشن فاضي. ده هيكون افضل كتير. بيقولك كمان اه برضو فكرة انت اه تهندل النل في الابجيكس. فده بتتهندل ازاي انه برضو ما بقاش فيه نل في اي اوبجيكت. واي حد شغال باك اند بياخد باله من الموضوع ده كويس قوي. انه ما يعملش النل في الابجيكت اللي هو بيرجعه مسلا في الابي اي في بتاع الابي اي. طيب بديل لده انت هتستخدم حاجة اسمها نل اوبجيكت باترن. النل اوبجيكت باترن هي بتكريت اه ابستراكت اه بتريت اوبجيكت من ابستراكت الكلاس ولهم ما بعمش اي حاجة. زد اه داز ناسينج. خلينا نشوف الاكزامبل ده هيكون اسهل كتير. فده الابستراكت اوبجيكت. حلو فيه ابستراكت ميسود. ده اللي بالنسبة لنا هو النل اه اه اوبجيكت باتر. حلو اهو. ده 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 اللي فيه ايه اه فانكشن معينة. طيب انا هنا في البرفورم اه اوبريشن دي لما الموضوع كان تمام مفوش ايرور انا رجعت اه يعني كتبت فعليا اه بتاع ده كتبت فعليا اه لوجيك جوه الفانكشن اللي انا اللي هي ابستراكت فوق. حلو? ولكن لو فيه مشكلة فده النال اوبجيكت اللي هو هيريترن ناسينج. فهمتوا ازاي? فانا اول ما بيبقى فيه ايرور هنادي على الفانكشن دي اللي هي ما بتعملش حاجة خالص فاضية فانا هافهم ان فيه ايرور. اهو. اوبجيكت تو عمل ريترن لي عمل سوري عمل كول للفانكشن دي اللي هي بدو ناسينج لان اصلا الابجيكت تو ده لما اتعرف اتعرف بـ فهمتوا ازاي? طيب بيقولك برضو ان انت تفويد ان انت اتباصي آآ للفانكشن بتاعتك. يعني زي ما انت ما ينفعش نال فانكشن برضو ما ينفعش ان انت تستخدم سوري زي ما انت ما ينفعش نال باليو برضو ما ينفعش ان انت تستخدم جوه الفانكشن. طيب دي ممكن تجي لك من تانية. اللي كاتب الفانكشن دي ما كانش فاهم الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه ما سمعش الكورس بتاع الكلين كود فهو مش فاهم فعمل الفنكشن بتاعته بتريترن نال فانت لازم تهندل ده من عندك او تكون او برضو ممكن تكون بترجع نال فانت لازم تهندل الموضوع ده عندي. وخلي بالك اغلب الاي دي ايز دلوقتي بتهندل الموضوع ده. يا مسلا في طيب او حتى يعني فيه لغات مسلا طيب سكريبت لو لقيتك ان انت بنستخدم حاجة احتمال تبقى بنال بتلاقيها بتقول ان فيه ارر وان الموضوع ده ممكن يبقى بنال. الفريابل ده ممكن يبقى بنال فانت لازم تتأكد انه مش بنال. زي ما هو عمل هنا كده. فمسلا اه 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 هنا انا مفروض هستخدم التكست حلو كانبوت فانا مفروض هنا بتأكد الاول ان التكست ده مش بيساوي نال قبل ما بعته جوه البتاع دي قبل ما بعته للفنكشن كويس. وكذلك لو انت جوه الفنكشن بقى لها اسمها دي. المفروض ان انت قبل ما تستخدم التكست بكون متأكد الاول ان التكست ده مش بنال. فهمتوا? بس كده الجزء التاني خلص يا رب يكون بسيط وسهل. والدنيا يكون جميلة. وبشكركم جدا.